بسم الله الرحمن الرحيم ونقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ظرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مهدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظرة ثم عبس وبصرة ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لو واحك للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سنككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرة وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر